قناة الجزيرة عايزة بكل السبل انها تورط مصر في ليبيا كل يوم بتشتغل على انه مصر هي التي قامت بقصف بعض المعسكرات وبقصف بعض الاماكن في ليبيا بكل وسيلة وتحاول تأكيد ذلك يوميا حتى يعني حتشوفه بتجيب المتحدث باسم المؤتمر الوطني عمر حميدان ويدلي بتصريحات على انه لا فيه ادلة على تورط مصر والامارات في قصف ليبيا يوميا مع انه تم نفي ذلك ومع انه يا سيدي طب طلع هذه الادلة لكن لا فيه حد بيطلع ادلة مع انه طبعا مصر هي التي تواجه الارهاب المسلح القادم من ليبيا لكن عايز استرجع معكم اكدتوا من قبل في لقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاء كان مغلقا اكد انه مصر لا يمكن ان تقوم بتوجيه ضربات الى ليبيا وحتى تحدث عن التجربة السابقة مع الرئيس الراحل انور السادات حينما قام بتوجيه ضربات عسكرية لليبيا ردا على ممارسات العقيد الليبي معمر القذافي وقتها عملت حاجزا نفسيا شوية مع الشعب الليبي هو قال ذلك وبالتالي هو لا يمكن ان يقوم بخطوة من هذا النوع تعالوا نشوف قناة الجزيرة وهي تحاول يوميا التأكيد لا مصر والامارات هي التي قامت بقصف ليبيا ترجح لدينا ان الامارات العربية المتحدة ودولة مصر ضادعتين في الغارات الجوية التي شنت على طرابوس والتي ادت الى قتل مدنيين وجرح العشرات برمئات من المدنيين وما يهمه الان هو ان تتفهم مصر خطورة دورها الذي تقوم به لسيما ان هناك الان جاريات مصرية نحن حتى كمؤتمر وطني وكتائب فجر ليبيا وكتائب ثور شددنا على حماية وعلى تأمين الان الجاريات المصرية الان الدورة المصرية تستفز بعض الشباب وبعض السؤال تستفزهم لان يحدثوا وان يعتدوا على هذه الجاريات المصرية وهذا امر لا نقبله وهذا امر صف يزيد من مشاكل التي تعيشها للداخلية طيب شوفوا بقى التهديد التهديد بتأثير ده على موقف الجالية المصرية في ليبيا يعني هنا تهديد يعني بيقولك انه ده حينعكس على المصريين في ليبيا ما انت بتقتل المصريين في ليبيا ما الميليشيات الليبية تقوم بقتل المصريين في ليبيا فانت مش محتاج على انه يقولك شوفوا مصر بتعمل ايه طيب ده حيكون له تأثير على المصريين في ليبيا يعني تهديد واضح بأنهم يمكن أن يقتلوا بعض المصريين وهم يفعلون ذلك سواء مصر قصفت أو لم تقصف لأنه هدفهم الأساسي هو أنه استعادة السلطة من خلال ليبيا يعني هذه التصرحات قال لنا عليها اللواء خليفة حفتر من قبل وقال لنا عليها الدكتور علي زيدان رئيس الحكومة الليبية السابق أنه لا الجماعات المتطرفة تسعى لإعادة الإخوان من ليبيا يعني تفجير الأوضاع داخل مصر شوفوا حتى إزاي قناة الجزيرة مصممة على أن تستخدم هذا الأسلوب وتستخدم تأرير يومية في محاولة للتأكيد على أنه لا مصر قامت بقصف ليبيا تتزايد حدة العنف في ليبيا بين فصائل المسلحة ويتزايد معها تشابك المشهدي وتعقد تفصيلاته جديد الوضع الليبي بحسب وكالة أنباء الأندول ما أعلن عنه المؤتمر الوطني العام من امتلاكه أدلة على استهداف الطيران المصري والإماراتي لمدنيين في ترابلس وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أكدت دلوع مصر والإمارات في شن غارات جوية في العاصمة ترابلس غير أن البلدين نفي هذا الأمر مجلس الأمن الدولي تبنى قرارا يسمح لدول الجواري ومنها مصر بتفتيش كل الشحنات المتجهة إلى ليبيا ومصادرة الأسلحة الحديث عن تدخل مصري في الأزمة الليبية بدأ منذ بداية محاولة الإنقلاب العسكري التي يقودها اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر وقد اعتبر مراقبون تصريحات السيسي نفسه عن ليبيا مؤشر على دعم حفتر ربما لتشابه الظروف التي أفرزت القيادتين أو تنفيذا لوعده الأشهر مسافة السكة دي محاولات يومية من قناة الجزيرة لإشعال الفتنة بين الشعبين المصري والليبي لأنه ما فيش شعب حتى لو هذا الشعب يواجه الإرهاب المسلح يعني الشعب الليبي يواجه الإرهاب المسلح ويتمنى بيقول يعني أنتو تلاتين ستة أنقذتكم والموقف الجيش المصري والمشير السيسي أنقذكم ويا ليتنا في هذا الموقف لكن في كل الأحوال ما فيش مواطن يقبل أنه في دولة حتى لو كانت مجاورة حتى لو كانت شقيقة يمكن أنها تقوم بالاعتداء حتى لو هو كان ضد هذه الميليشيات الإرهابية حيبقى فيه تحفظ شديد لكن لأنه قطر ما عندهاش جيش ما عندهمش شرف العسكرية لأنه اللي يعمل قواعد عسكرية أمريكية يعني هو في منطقة الخزي والعار والسقوط في الوحل والمستنقعات فما عندهش شرف العسكرية وبالتالي يعني عاوز يحطم كل الجيوش في المنطقة وعايز يدق أسفينا بين الشعبين المصري والليبي وعاوز بكل سبل أن الأوضاع تتفجر بين مصر وليبيا فشلوا في كل حاجة فشلوا في سوريا وفشلوا في مصر ومصر طبعا كانت هي الكعكة الكبيرة فمش عاوزين يفشلوا في ليبيا وبالتالي بيستميتوا الآن من أجل أن الجماعات الإرهابية تنجح في السيطرة على المنطقة